يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى هبة الكرامة الهبة التي وحدت صفوف الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم دفاعاً عن المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح والعدوان على غزة وقد شهدت البلاد حمالات تحريض شنثها جماعات يمينية متطرفة بحق المواطنين العرب من اعتداءات ونهب وتكسير من الممتلكات وإطلاق الرصاص الحي الذي أسفر عن ارتقاء الشهيد محمد كيوان من مدينة أم الفحم والشهيد موسى حسوني من مدينة اللد هذه الأحداث ما اجت من فراغ هي اجت نتيجة ترسبات ونتيجة تحريض كان مبيت ضد الفلسطينيين اللي عايشين في الداخل استعملوا كل الوسائل بما فيه الرصاص المطاطة قنابل صوتية، قنابل غاز، المياه العادمة، والضرب، والتنكيل الوحدة الفلسطينية تجلت في هبة الكرامة وهذا يعني انهيار للمشروع الأسرالي اللي صلهم 74 سنة أو 73 سنة بيشتغلوا عليه وقد شهدت البلاد حملة اعتقالات واسعة للمتظاهرين حيث شملت أكثر من 1500 معتقل بينهم قاصرون اعتقلوا تعصفا فضلا عن الشاب نور واكد من مدينة حيفا الذي ما زال يقبع في سجون الاحتلال اللي صار انه اجا جماعة اللي تتطاولوا علينا عبيوتنا عممتلكاتنا كسروا البيوت، كسروا السيارات، سبوا علينا، هددونا وطبعا صار بعدين تلفيق تهم على نور انه هو اتطاول ولهذا السبب هو إساهم حبوس الأسف الكبير هو أنه السنة رحت من عمرنا الشباب والأسف اللي أكبر من هيك أنه عن جد حاكمك ظالمك هناك اعتقالات كانت اعتقالات تعصفية بعد التظاهرات اللي صارت بإن كان بحيفا وحقها بالمدن المختلطة بشكل عام وهدف هذه الاعتقالات هو ترهيب الناس وتانيين عن التظاهر وعن تعبير عن رأيهم وعن حقهم في التظاهر وما إلى ذلك طبعا كان فيه هناك الاعتقالات كانت بالمئات وبعد إجراءات قلونية بالمحاكم تم الإفراج عن معظمهم بالتحقيق زي أي تحقيق ظروف قاسية يتعرض للمعتقل لضغطات كبيرة كان هناك تحقيق شرطة وأيضا كان هناك تحقيق من قبل أجهزة المخابرات ببعض الأحيان التحقيقات مش هوايني تحقيقات صعبة وفي معتقالين كانوا بغرف صغيرة بانفراد بعض الأحيان فظروف الاعتقال كانت أيضا قاسية لبعض المعتقلين عام مر على هبة الكرامة يظهر جليا أن كافة وسائل القمع والتنكيل التي استخدمتها قوات الأمن الإسرائيلية لم تمنع المجتمع العربي من التعبير عن موقفه والتأكيد على انتمائه للشعب الفلسطيني نحن لم نرتكب أي خطأ هل التمسك بالوطن التمسك بالأرض التمسك بالبلد التمسك بفلسطين جريمة هل هذه تهمة أبدا ترجمة نانسي قنقر